اتجاه الاول فان مجرد انكار الضروري يخرجه ماذا يخرجه عن الدين مثال اعزائي بماذا يتحقق الاصل الاول مثال نضرب الاصل الاول بماذا يتحقق الاصل الاول ان الانسان يجب عليه ان يعتقد ان الله واحد لا شريك له التوحيد من انكر التوحيد بعد التوحيد سبب من انكر التوحيد سبب مستقل للكفر الكلام امن الانسان لو سألته انت تؤمن بان الله واحد يقول نعم اؤمن بان الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له سؤال اسأله سؤال ثاني قل له اي وحدة هذه التي تؤمن بها انت كم حال اكو حال يقول والله هذا السؤال اصلا ما افتهمه يعني شنو اي وحدة انت تؤمن كما هو عموم النفس الان اسأل الناس قلهم بان الله واحد يعني شنو واحد واحد بعد يعني واقعا يستغرب منك اذا سألته هذا السؤال ولكن نفس هذا المطلب عندما جاء عند المتكلمين عند الفلاسفة عند العرفاء بحثوا فيه بل في النصوص الروائية بحثت فيها بشكل مفصل باي شيء يتحقق الاسلام اخواني الاعزاء بالوحدة الاجمالية واسأل خلص من امن بالوحدة الاجمالية لله ان الله واحد فقد ماذا ها فقد صار مسلم هس انت تعال على سبيل المثال خل نصعد باي الان درجة افترض ان عالمين احدهما امن بالوحدة العددية لله وعالم اخر امن بالوحدة ماذا غير العددية الوحدة العددية هاي التي نعد بها الاشياء اللي الامام امير المؤمنين يقول واحدٌ لا كالعدد لا يحسب بعدٍ يجي شخصٌ من العلماء امن بالوحدة العددية قال ان الله واحدٌ عددي الاخر قال محال ان الله يكون واحداً ماذا عددياً وكانت الوحدة غير العددية من الواضحات من الضروريات من الامور الثابتة على سبيل المثال الان ايهما مسلم ايهما كافر اعزائي بعبارةٍ اخرى هل يحق لأحدهما ان يكفر الاخر او لا يحق الجواب كلا لماذا حتى لو كان كل واحدٍ منهما منكرٌ لما يؤمن به ماذا الاخر وفرضنا انه ضروري يكون كافراً او لا يكون كافراً لا يكون لماذا لان الذي به يدخل الانسان الى الاسلام هما الايمان بالوحدة بنحو الاجمال لا الايمان بهذه الوحدة دون تلك الوحدة بس هذا الكلام انا لماذا قلته لانه في الاونة الاخيرة مع الاسف الشديد انه وجدت ان هذه القضية واقع بين بيد بعضي من لا تخصص له ولا معرفة له مباشرةً انه فلان يقول بالوحدة الشخصية للوجود اذا هو جنو ها كافراً مع ان الوحدة الشخصية او عددية او تشكيكية او كذا هذه داخلة في الاسلام او غير داخلةٍ في الاسلام ليس بها يتحقق الاسلام لم يثبت لنا ان الوحدة التي بها يتحقق الاسلام هو الوحدة من نوع اليف فاذا صارت من نوع باء فهي ماذا فهي تخرج الانسان عن الاسلام ليس الامر كذا ولذا كل المحققين اعزائي المحققين انا اتكلم لمن عرض المسألة او وقت صار راجعت كلماتهم كل المحققين عندما وصلوا الى مسألة الوحدة الشخصية للوجود التي تنسب للصوفية للعرفاء للجين هذا مو مهم لمن تنسب كلهم قالوا ان هذا لا يدل على الكفر مول الا في بعض الفروض التي لا يقول بها عاقل مو لا يقول بها عالم فقط من باب المصادر اعزائي الكرام التنقيح للسيد الخوئي قدس الله نفسه حتى تعرف ان الوحدة المطلوبة في الايمان هي الوحدة ماذا الوحدة الاجمالية لا الوحدة التي لها خصوصية خاصة في التنقيح المجلد الثالث صفحة واحد وثمانين هذه عبارته يقول قلوى القائلون بوحدة الوجود من الصوفية اذا التزموا باحكام الاسلام وهذا القيد قيد ماذا واضح باعتبار اذا لم يلتزم باحكام الاسلام فهو خارج ماذا يعني يؤدي الى انكار اصل الرسالة اذا التزموا باحكام الاسلام فالاقوى عدم نجاستهم وذلك لعدم ماذا لعدم كفرهم خب الان هذه عبارة المتن عبارة السيد اما الحاشي القائل بوحدة الوجود ان اراد ان الوجود حقيقة واحدة ولا تعدد في حقيقته وانه كذا وكذا فهذا هذا المعنى الاول فهو مما لا يستلزم الكفر والنجاس بوجه من الوجوه بل هو مذهب اكثر الفلاسفة هذا الاول ثاني وان اراد بوحدة الوجود ان الوجود واحد حقيقة ولا كثرة فيه وانما الموجود متعددون ونظرية الانتساب المعروفة بنظرية الانتساب التي لذوق المتألهين ايضا في اخر المطاف يقول ولقد اختار ذلك بعض الاكابر ممن عاصرناهم واصر عليه غاية الاصرار بجملة وافرة من الايات حيث انه تعالى قد اطلق عليه وهذا المدعى التفت جيدا وهذا المدعى وان كان باطلا الا انه غير مستتبع لشيء من الكفر والنجاسة والفسق بل نحن نختلف معه نقول هذا الذي تقوله في الوحدة صحيح او باطل باطل ولكن ليس كلما اذا اختلفنا في الوحدة اذا هو كافر انت ماذا انت مسلم وان لا لازمه اعزائي بعد احنا لا يبقى عندنا انسان مسلم لماذا لانه هذا يقول انت كافر ذاكم يقول انت كافر الجمع شي يصير ملا يقولون في قضية سياسية ان بعض الاحزاب السياسية اختلفت فيما بينها فبعض اتهم هؤلاء انكم عملاء انتو للاجنبي واذولاكم اتهموا هذول انتو شنو عملاء للاجنبي رئيس الدولة قال انا اصدقكم جميعا انتو كلكم شنو عملاء للاجنبي فعدمهم كنو خلصة القرن قال لانه هذولا يقولون انتو عملاء وهم صادقين ناس فوش ناس هذولا هذولا يقولون انتو شنو عملاء هم هذولا صادقين فاصدقكم جميعا اذا صار البناء اعزائي هذا يتهم هذا بالكفر ذاكم يتهم هذا شنو بالكفر اذا بعد احنا يبقى عندنا عالم مسلم او لا يبقى الاعلام ملتفتين الى هذه القضية فلهذا يقول وان كان امرا باطلا ماذا في نفسه ولكن لا يستتبع الكفر والفسق وبقي احتمال اخر وهو ما اذا اراد القائل بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما وهو الذي اختاره صدر المتألهين والاولياء العارفين من عظماء اهل الكشف واليقين قائلا بان الان حصحص الحق واض محلة الكثرة وارتفعت اغاليط الاوهام هس هو سيد يقول الا انه لم يظهر لنا الى الان حقيقة ما يريدونه من هذا الكلام وبتعبير سيد الشهيد مبني على اصل صوفي لا نفهمه هذول الشيردون يقولون ما ندري التفتولي جيدا ولكن وكيف كان فالقائل بوحدة الوجود بهذا المعنى حتى الذي لا نفهمه ايضا غير محكوم بكفره ولا بنجاسته ما دام لم يلتزم بتوال فاسد من انكار الواجب او الرسالة او هو الله يعني تضع يدك على الجدار هو جنه الله تخلي يدك على ابو جهل هو جنه الله تخلي يدك على الحمار تقول ماذا خب هذا اذا رأيت احدا يقول هاي المقالة بيني وبين الله تقول الله يشفيك مولانو لا ولا اكو قائل يقول ولذا ولذا السيد الخوة يم ملكفت الى هذه القضية يقول وان اراد من وحدة الوجود انه ليس في الدار غيره ديار كل شيء ماذا هو الله يقول وهذا القول نسبه صدر المتألهين الى بعض الجهلة من المتصوفين وهو الذي ورد في قول بعضهم كذا وكذا الى اخره ليس في جبتي سوى الله خب اذا وجدتم احد يقول من العرفاء من الصوفية هذا المعنى بيني وبين الله قولوا ماذا لانه هذا نتيجة هذا يؤمن بالله سبحانه وتعالى او لا يؤمن لا يؤمن لان كل شيء هو ماذا هو الله هذا السيد الخوة رحمة الله تعالى عليه سيد الحكيم في المستمسك سيد الحكيم في المستمسك الجزء الاول صفحة 391 في صفحة 391 هذه عبارته يقول اما القائلون بوحدة الوجود من الصوفية فقد ذكرهم جماعة ومنهم السبزواري في تعليقته على الاسفار لا عزاء الاردون يراجعون الجزء الاول صفحة 71 في تعليق على الاسفار اقول ينقلها كاملة هنا اقول بعد انقل عبارة من عبارة السبزواري في الاسفار اقول حسن الظن بهؤلاء القائلين بالتوحيد الخاص سيدنا انت تحسن الظن بهم يقول بل لا بد من حسن الظن بهم لان علماء كبار هذول مو ناس عاديين حتى بمجرد قالوا قول ماذا نفعل نتهم امونا سيد حيدر الامل مو انسان عادي حتى انا بمجرد نسب اليه وعدة الوجود اقول ماذا اقول كافر مل صدر صحيح نختلف معهم مئة في المئة ما مختلفين ما عندنا مشكلة ولكن لا يمكن انه نتجاوز ببساطة عنهم حسن الظن بهؤلاء القائلين بالتوحيد الخاص هذا هذا الاصل هذا الاصل اللي مرتبط بالاشخاص وهو ان تنظر ان المتكلم من هو والحمل على الصح المأمور به شرعا وهذا هو الحكم الفقه يوجبان حمل هذه الاقوال على على خلاف ظاهرها نقول يقينا ان هؤلاء قالوا هذا الكلام ولكن يقينا مو مرادهم ماذا هذا الظاهر الذي يأتي الى الذهن هذا هماتي ان السيد الحكيم قدس الله نفسه وكذلك اعزائي ما يرتبطوا بالسيد السبزواري قدس سره في مهذب الاحكام الجزء الاول صفحة اربعمائة وخمسة هذه عبارة هناك يقول واما القائلون بوحدة الوجود فمقتضى الاصل والاطلاق طهارتهم ايضا الا اذا رجع اعتقادهم الى انكار الضروري الى ان يأتي يقول فقط الذي هو باطل بان يكون الله تبارك وتعالى عين الكل والكل عين الله تبارك وتعالى كل شيء هو الله والله ماذا كل شيء هذا الذي انكر ماذا انكر الضروري وما دون ذلك بعد انكار للضروري او ليس انكار للضروري ليس انكار للضروري ولا ريب في انه انكار للضروري ان كان له وجه معقول متصور الى اخره واخر من ذكر ذلك سيد الشهيد رحمة الله تعالى في بحوث شرح العروة الوثقة الجزء الثالث صفحة ثلاثمائة واربعة وتسعين هذه عبارته لعله من العبارات الجيدة اعزائي وهو انه يقول الظابط هو ان القائل بالتوحيد لابد ان يصور لنا نحوا من الاثنينية بين الخالق وبين المخلوق لا يقول لنا ان الخالق عين المخلوق وان المخلوق ماذا عين الخالق اما كيف يصور ذلك وباي نحو يصور ذلك بعد هذا داخل في مسألة التوحيد او غير داخل في مسألة التوحيد فلتكن هناك خمس نظريات في تصوير الاثنينية ولكن كلهم يقولوا ماذا يقولوا بالاثنينية لا شك في ان الاعتقاد بمرتبة من الثنائية التي توجب تعقل فكرة الخالق والمخلوق مقوم للاسلام اذ بدون ذلك لا معنى لكلمة التوحيد وهذا صحيح لان معنى التوحيد ان يوجد خالق وان يوجد مخلوق اما اعزائي ان هذه الاثنينية على نحو بتعبير الامام امير المؤمنين على نحو البينونة العزلية والعددية او على نحو البينونة الصفتية وغير العددية بعد هذا الداخل في حقيقة الاسلام او غير داخل فلو انكره منكر وكان ضروريا يخرج عن الدين او لا يخرج عن الدين يعني الان اضرب مثال مثال الفقيه بعد وهو ان الفقيه انتهى الى ان الوخ ان الاثنينية بين الله بين الخالق والمخلوق هي الاثنينية الموجودة بيني وبينكم انا انا وانت اثنان لو مو اثنان بل اثنان يقول انا واللهم ايضا ماذا اثنينية من هذا القبيل كيف ان هذا الكتاب يتميز عن هذا اللهم يتميز عنها بنفس هذا التمييز كما هو رأيه ابن تيمية واتباع ابن تيمية وجاء عالم اخر متكلم اخر قال مرحال ان تكون هذا النحو من التمييز ها هو الحاكم بين الخالق وبين المخلوق ايهما مسلم ايهما كافر اعزائي الجواب لا هذا داخل في قوام الاسلام ولا ذاك داخل كلاهما مسلم ولكن اختلاف ماذا في وجهات النور نحن الان كثير من افكار ابن تيمية وافكار المجسمة وافكار الحشوية وافكار الافكار الذين يقولون كذا وكذا ابتعدوا عن اهل البيت في التوحيد كلها نقول ماذا صحيحة لو باطلة عندنا نقول من المسلمات انها ليست هي ماذا حق ولكن هذا يخرجهم عن الاسلام او لا يخرجهم عن الاسلام الجواب لا يخرج احدا عن الاسلام هذا انما اقوله اعزائي حتى شوية بتعبيرنا العراقيين شوية تاخذ بريك عندما تريد تحكم على احد شنو بالكفر كونوا على ثقة ان انت ليس والحمد لله اللي انت مو الحاكم على الاسلام والكفور وانا ما كان بقيت احد مسلم الحاكم على ذلك هو الله انت وظيفتك ان تعرف الموازين هذه موازين كذا وكذا اما مباشرة بمجرد اختلفنا في الرأي فهو كافر انت مسلم فهو داخل خارج عن المذهب وانت داخل في المذهب هذه تعالوا شوية خففها اعزائي فلتكن على اساس الضوابع هذا